السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد على قناة عيد أكاديمي ومعاكم محمد عيد أخصائي ومستشار التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية شات جي بي تي من ساعة مطلع وهو عامل ضجة على مستوى العالم وعامل ألأ كبير قوي 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 لشركة جوجل اللي متابع موقع شات جي بي تي اللي هو شات الدقاء الاصطناعي كان من ضمن الحاجات أو العيوب اللي موجودة فيه اللي هما لسه محلهاش كان من ضمنها أنه هو الداتة اللي موجودة عنده رغم أن الداتة طبعا كبيرة جدا وضخمة جدا وده مش عيب كبير أنه هو الداتة اللي موجودة عنده كانت موجودة لغاية شهر 9 سنة 2021 أي حاجة بعد سنة 2021 ما كانش عنده الإمكانية أنه يديك أي معلومة عنها دلوقتي بقى نزل تحديثات قوية جدا 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 أو تحديثين قويين جدا 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 خلوا إمكانيات شات جي بي تي صراحة إمكانيات مهولة وزي ما أنا كاتب على تمنل بتاع الفيديو أو الصورة المصغرة جوجل خلاص هتعيط وحتشد في شعرها إن شات جي بي تي ركب الصاروخ وجار بعيد ولسه جوجل عمالة تجري وراه ولغاية دلوقتي أظن أظن إن هما مش هيقدروا أبدا أبدا يخدوا مكانه ويخلوا الناس تستغنى عن شات جي بي تي إيه هي التحديثات الجديدة؟ تعالوا نشوفها دلوقتي إن شاء الله تابعوا معايا واشتركوا في القناة لإن شاء الله هتنزل شروحات مهمة جدا 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 على الذكاء الإصطناعي تعالوا نشوف التحديثات لو أي حد عنده حساب على شات جي بي تي عشان نشوف التحديثات الجديدة دي هيحتاج إن هو الحساب بتاعه يهو اللي يكون الحساب البرو اللي بيفعل شات جي بي تي تلاتة ونص أو شات جي بي تي فور لو روحت على الحساب بتاعك وانت عندك الحساب البرو وضغطت هنا كده على القايمة اللي تحت وروحت بعد كده على الستينجز أو الإعدادات هتلاقي إن في حاجة اسمها هنا كده البيتا فيتشرز أو الخصائص اللي لسه تحت التجربة لو ضغطنا عليها هنلاقي إن في حاجتين ما كانوش موجودين قبل كده حاجة اسمها الويب براوزنج وحاجة اسمها البلوجينز اللي اتنين دول عملوا ضجة كبيرة جدا 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 ايه هي؟ اول حاجة الويب براوزنج ده هيخلي الشات جي بي تي لو انت بتسأل في حاجة في الزمن الحالي في الأيام الحالية وبيحتاج إن هو يخش على الإنترنت يدور عليها فيقدر إن هو يخش يجيب لك المعلومة على الإنترنت البلوجينز دي بقى قصة كبيرة جدا وقصة تانية كبيرة قوي مجموعة شركات كتير عملت شراكة بينها بين شات جي بي تي بحيث إن انت تخش تقدر تعمل فيها خصائص كتيرة جدا هاشرح لكم بالتفصيل لكن مثلا من ضمنها إن كان شات جي بي تي مفهوش خاصية مثلا هو ممكن يبحث لك عن الصور ففي أحد المواقع المخصصة في الصور المجانية عملت إضافة متكاملة مع شات جي بي تي إن انت ممكن تخش جوه شات جي بي تي نفسه وتدور على الصور حاجة تانية مثلا إن فيه إن شات جي بي تي سواء ثلاثة أو أربعة ما كانش فيه خاصية مثلا هو يعمل لك دياجرام أو إن هو يعمل لك زي رسوم بيانية ففي بلوجين أو إضافة تقدر إن انت ضيفها لشات جي بي تي تقدر إن هي تعمل لك الخاصية جد ديت وإن شاء الله وبإذن الله هنخصص حلقة مقصصة وهمة جدا عن موضوع البلوجينز تعالوا دلوقتي نشوف بس إيه شكل التحديثات الجديدة دي بعد ما نفعل الويب براوزنج والبلوجينز حيب شكلها عمل إزاي هنقفل دوت دلوقتي طبعا شات جي بي تي تلاتة مفهوش إيه الخصائص الجديدة ديت موجودة بس على شات جي بي تي فور فإنت لو عملت نيو شات ودروحت على شات جي بي تي فور هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها الديفولت يعني بدون أي تجارب أو بدون أي خصائص تحت البيتا أو التجربة وهنا هتلاقي عندك البراوزنج اللي احنا فعلناها وعندك هنا إيه البلوجينز تعالوا نشوف الأول البراوزنج احنا كده هندي خصير للشات جي بي تي فور إن هو يقدر يدخل على الإنترنت على سبيل المثال على سبيل المثال طبعا دي فيها حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها بس لو قلتونه مثلا اديني أخبار أخبار السياسة في مصر اليوم أخبار السياسة في مصر اليوم طبعا هو ما عندوش حاجة بعد سنة 2021 فعشان كده هتلاقيه خش يدور على الإنترنت لو ضغط إنتر زي ما انتو شايفين كتب لك براوزنج ذويب يعني بيخش يدور دلوقتي هو على الويب لكن طبعا الخاصية دي لشان تحت التجربة ولسه تحت التطوير فهتلاقي انه ممكن ياخد وقت شوية طبعا موضوع زي أخبار السياسة ده الأسهل انك تخش على جوجل وتدور عليه إنما طبعا فيه مواضيع تانية لو محتاج تت تعمل سيرش عن حاجة يعني أكثر تعقيدا عن كده يعني ممكن نبقى شادي بتي هو الأفضل فحنلاقي انه بياخد وقت شوية على ما يطلع النتائج زي ما انتو شايفين بدأ ان هو دلوقتي هو يطلع بعض الأخبار على الأخبار السياسية في مصر هو اداني شوية عناوين رئيسية هو زي ما انتو شايفين حوالي سبع عناوين ولاحظوا هنا فيه أرقام 1 2 3 4 5 6 7 لو قفت على أي رقم من دول كده هوت هيجيب لك الموقع اللي هو أو السورس الموقع اللي هو جاب منه الخبر دوت هنا مثلا ده موقع المصر اليوم هنا برضو نفس الموقع هنا نفس الموقع فحنلاحظ انه جاد دخل جابلي العناوين دي كلها تقريبا من موقع واحد طبعا انت بعد كده ممكن تخش تكامل معاها مثل تقولوا ديني أخبار أخرى يعطيني نتائج من مواقع أخرى يعطيني مثلا نتائج من مواقع مختلفة فحيبدأ ان هو يجيب لك أخبار ويتابع معاك الموضوع اللي انت بتطلبه منه طبعا ان شاء الله ان الخاصية ديت انا هشرح لكم بالتفصيل وهنزل التفاصيل أكتر بس تعالوا دلوقتي بقى ان نروح نشوف الخاصية التانية اللي هي خاصية البلوجينز لو انا روحت بقى فتحت النيو شات وروحت تاني على الشات جي بي تي فور دلوقتي طبعا انت مينفعش تشتغل على التلاتة مع بعض يعني يجب تشتغل مع الديفولت اللي هي النسخة العادية او على البراوزج النسخة اللي هي فيها براوزج الانترنت او تروح على البلوجينز لو ضغطنا على البلوجينز هتلاقوا في حاجه ظهرت هنا كده ايقونة جديدة مكدش موجودة لو ضغطت عليها طبعا انا هنا في بعض البلوجينز انا مثبتها بس هنا نروح تحت لما فيش حاجه متثبتها هيقولك روح على البلوجينز ستور بعد ما نضغط عليها هتتظهر لنا الصفحه بتاعة البلوجينز ستور او متجر الاضافات زي ما انتم شايفين طبعا ما فيش في عربي هو بس باللغة الانجليزية وهنا حاجات على سبيل المسال هنا بقول لك البوبلر يعني الحاجات الاكسر شعبية والاكسر طلبا على الاضافات ده مثلا الويب بايلوت اللي انا مثبته دوت ده بيقول لك براوز عند مش عارف كيو ان دي ايك يعني اسئلة واجابتها على الويب بيج لو عندك اويب بيج ممكن تحط الرابط بتاحها لو عندك ملف بي دي اف ممكن هو يخش ملف البي دي اف دوت واتديك نتائج منه او اسئلة انت هتسأل عليها الى اخره اقول لك او data او generate articles from one or more urls يعني انت ممكن تدي له رابط وتقول له الرابط دوت عاوزك تعملي منه مقالة طبعا هاديك مقالة بشكل مختلف خالص ويعمل لك مقالة يعني باعادة يعني ياخد النصوش مش هيغير النصوص اللي مكتوبة يكتبها بشكل مختلف دي ممكن تستخدمها في حيات كتير انا ممكن تخش تستخدمها بعد كده انت عندك مسلا عاوزك تكتب عن موضوع معين ولقيت في صفحة بتتكلم عن الموضوع دوت فهو هياخد الصفحة ديت ويعمل لك اعادة صياغة للصفحة ديت ويدي لك المقالة بشكل مختلف هنا مثلا زابير ده تكامل مع موقع اسمه زابير للناس اللي تعرفوا اللي شغالها في الديجيطال ماركتنج هنا موقع اسمه اكسبيديا مش عارف بيقول لك بيديك حاجة عن الرحلات طبعا تقريبا ده موقع مخصص في الرحلات السياحية دي مثلا الاضافة ديت بتعملك الرسوم بيانية جوا الشات جي بي تي الى اخره من الاضافات اللي هنتكلم عليها بازن الله في حلقة منفصلة هنشرحها كلها بالتفصيل ومنبين الامكانيات الجبارة اللي بتعملها البلاجينز ديت فانا بس على سبيل المثال دلوقتي حوريكم مثال على مثلا الاضافة اللي بتاعت الويب بايلوت ديت اللي مثلا بتديك تحطي لها رابط وهو يعني بتديله امر ان هو يلخص لك المحتوى مثلا بتاع الصفحة دي انا لو روحتي هنا طبعا هتروح هنا كده وتختار البلاجين اللي انت عاوزها انت ممكن تفعل ثلاثة مع بعض في نفس الوقت فانا هختار مثلا الويب بايلوت ديت خليها متفعالة وحاجة هنا كده مثلا هدور على اي لينك اه انا هفتح مثلا موقع اسمه ميلر لايت ده بتاع تسويق عبر البريد الالكتروني اهو الموقع مسلا على سبيل المثال الفتح معي فانا هاخد الرابط بتاعه كده اهو هنسخه وهروح هنا على الشات جي بيتي وهقول له لخص لي محتوى الصفحة دي اهو هحط الامر هقول له لخص هيزي الصفحة وهحطه الرابط بتاعها وهضغط انتر زي ما انتو شايفين برض هنا في حاجة مختلفة بيقول لك يوزنج وبايلوت وهيبدأ ان هو يفتح الرابط دوت طبعا هنا برضو في حاجة على ما هو يطلع النتيجة بتاحته ان في بعض المواقع بتقفل اه الخاصية ديت على شات جي بيتي او اه الحاجات اللي بتستخدم الاتوميشن ان هو تبقى فيه كمبيوتر بيخش على الموقع بتاعه ومش كل مواقع طبعا بتقفل الرابط بتاعته لكن هو لو في رابط قفل معاه بيبدأ يخش ان هو يدور في رابط تاني اه لو انت بتاع بتبحث على الانترنت انما في الحالة ديت يعني الموضوع عاد عادي جدا تعالوا نشوف النتيجة هو هو داخل على الموقع الالكتروني دوت بتعمل الرلايت اللي هو متخصص اه في التسويق عبر البريد الالكتروني ومغد النظر عن اللي كتب هنا بس هو راح داخل شايف محتوى الصفحة وراح مديك ملخص عن المحتوى اه بتاع الصفحة ديت بمنتهى السهولة طبعا الكلام ده ما كانش موجود اه قبل كده على شات جي بيتي لا ثلاثة ولا اربعة اتمنى ان شاء الله ان انا ان يكون وضحت لكم الخصائص الجديدة الموجودة في شات جي بيتي فور اه وانا شايف ان الصراحة الخصائص دي هتمفعنا كتير والناس لا بتستخدم شات جي بيتي فور باستمرار وهيبقى فيه تطور كبير جدا 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 في الفترة اللي جاية ان شاء الله موضوع اللي هي البلوجينز او الاضافات انا هعمل حلقة مخصصة على الموضوع دوت هنشرح فيها مجموعة من اهم الاضافات اللي ممكن تستخدمها على شات جي بيتي فور لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله دلوقتي وفعلوا زر التنبيهات عشان توصلكوا الحلقات الجديدة المهمة اول باول وما يفيدكمش حاجة من القناة باذن الله سبحانه وتعالى اه نشكركم ان انتوا شفت الفيديو للاخر واتمنى انك تحط لايك على الفيديو لو عندك اي استفسار اكتبهوا لي في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت ونشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا